فلترز عموما هي طريقة اللي احنا نغير الفريقونسي كونتنت بتاع الانبوت سيجنال باسيكلي الفلتر نفسه بيبقى سبيسيفايد بان احنا عاوزين ايه اللي يبقى موجود في السيجنال وايه اللي ميبقاش موجود يبيقى ما عندنا جزء كدا بيبقى احضانه او نحتافز به ايه وفيه جزء ثانى عاوزين احنا نشيل من السيجنال بتاعتنا او يعني نعمل ريجكشن من السيجنال بتاعتنا باسيك نحن بنفعها في المواصفات بتاعت الفلتر ده in terms of الانبوت بتاعنا عباره عن ايه واحنا عاوزين اتقابعنا بايه وما فوقش ايه وده ممكن يتعمل الحقيقة كبيصنا في الانوüyج دومين او في الانبوت دومين او في الانبوت سيجنال ديشتال سيجنال بروسسنج بنكلم مين لي على ديسكريت تايم فيلترز وعادة احنا بنفضل ان احنا نستعمل فيلترز بالشكل ده وده ممكن نحنا نستعمله حتى مع انالوج سيجنال بنحنا نستعمل حاجة زي احنا شايفينا هنا دي كده بيبعندينا اكسوف تي اللي هي كنتينيوز تايم سيجنال بتخش على ايتو دي اللي هي كنتينيوز تو ديسكريت يعني كنفرجن اوكي بيطلع لنا في الاخر الاسدكريت سيجنال بنحضل عليها الاناواتل بتاعنا اوكي وبعد كده بنحاول من الاناواتل بالتفاصيل لقص Lucas في الاخر الاسدكريت بتاعتنا اوكي طبعا احنا في الحالتين بيبقى فيها عندها نفس الـ時間 بتاعت الاناواتل ونحن نفس الاناواتل بتاعت اوكي هنتكلم عن الكامله بتفاصيل دلوقتي المسال مهم جدا للفلترز هو الـ Frequency Selective Discrete Filters. دي فيها احنا بنحاول نحنا نختار الـ Response بتاعنا بحيث ان احنا نقلعه ومجموعة Frequencies نتعدي ومجموعة Frequencies نتبقى Filtered Out. فالفلتر ده بيبقى الشكل بتاوه ببقى المنظر ده كده الـ Input بتاوه بيبقى Discrete والـ Output بتاوه بيبقى Discrete ويبقى في عندي هنا Filter Transfer Function H of E to the J Omega ده طبعا Linear Time Invariant System ويبقى Basically احنا عارفين من الثيوري بتاعت Linear Time Invariant Systems عندنا الـ Y of Z هتبقى H of Z times X of Z. كويس؟ وعارفين ان الكلام ده هو هو برضو وحنا حاطناه في الـ Discrete for E Transformation أو Discrete Time for E Transformation فورم هيبقى عندي الكلام ده عبارة عن Y of E to the J Omega بيساوي H of E to the J Omega في X في E to the J Omega اللي هي of E to the J Omega اوكي؟ فطبعا احنا بالنسبة لنا احنا عارفين الزي لما يعني علاقة بين الزي والزي ترانسفورم والـ Discrete Time for E Transformation علاقة عاملة ازاي؟ فاحنا باسيكلي وانس ان احنا اختارنا هنا الجزء بتاع الـ H of E to the J OMEGA ده ان في عندي عند الـ OMEGAز المحددة اللي انا عاوزها يبقى الـ Transfer Function دي بتساوي واحد وعند الـ OMEGAز التاني انا مش عاوزها يبقى عندي Transfer Function دي بقى اقل ما يمكن تبقى صغيرة كفاية يبقى معنى كده انا ممكن انا اعمل Frequency Selective Response يبقى في عندي مجموعة Frequency تعدى ومجموعة Frequency ما بتعديش اوكي؟ ومنهم طبعا Ideal Frequency Selective Filters زي Low Pass والHigh Pass والBand Pass والStop Band Stop Pass او Band Reject Filters كل الكلام ده الحقيق ممكن احنا يعني في الـ Frequency Domain لو احنا نتكلم على حاجة في الـ Frequency Domain ممكن نعملها او يعني طبعا Idealization بتاعها بيبقى صعب شوية ان هو يبقى اتشيف بس باردو ممكن نوصل يعني على الأهل بالـ Specifications بعدينها تبقى يعني Up To المواصفات اللي احنا عاوزينا واحدة من المواصفات بتاعت الـ Discrete Time Filters هي حاجة بنسميها Linear Phase طبعا الفيلتر عموما بيغير حاجتين بيغير المجنيتود وبيغير الفيز اوكي؟ ممكن نحن 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 نخلي الـ Amplitude Responsive بتاعنا او الـ Magnitude Responsive بتاعنا يبقى حاجة بنسميها All Pass All Pass يعني نبقى ان كل الحاجات اللي احنا عاوزينا تبقى بتعدي من غير أي Distortion خالص يبقى الـ Amplitude Responsive بتاعنا يبقى Uniform as much as possible الـ Face Distortion بقى عشان نخلي الـ Face بتاعنا يبقى الـ Distortion فيه اقل ما يمكن ما يدارش نخليه 0 يعني 0 Distortion بس نقدر نعمل حاجة تبقى شكلها الى حد كبير ما بيأسرش كتير على السيجنال بتاعتي فالحاجة اللي بتعمل كده هي ان انا اخلي الـ Face بتاعي يبقى Linear Face Linear Face ده زي ما احنا عارفين بيبقى مقابل لـ Shift يعني مع ان كده الـ Output بتاعي يبقى Shifted يعني في الـ Frequency اللي انا عاوزها يبقى Shifted بس عن الـ Input ما يبقاش فيه أي Distortion تاني وده الحقيقة مقبول جدا يعني بالنسبة للـ Applications اللي احنا بتشوفها في الـ InPractice يعني فعايزين بقى نعمل measure of linearity يعني عايزين دلاتي نعرف اذا كان الفلتر ده linear كفاية ولا مش linear كفاية ففيه measure الناس اتفقت عليه هو بنسميه group delay group delay عباره عن tau of omega بنسميه tau of omega بنرسمه versus omega عباره عن d theta of omega by d omega يعني باخد الـ Phase بتاعي بتاع الفلتر وعمله ااخد الـ Derivative بتاعه with respect to omega كل مكان الفلتر بتاعي ده شكله linear يعني كل مكان الفلتر ده linear كل مكان ان الـ Value دي بقى تقريبا انها تكون constant كويس فباسيك لما انا اكون عندنا عاديها الـ Case بقى اللي هي Phase بتاعي completely linear بلاقي group delay ده عباره عن constant فده يعتبر يعني very good measure اذا كان الفلتر بتاعي ده له linear phase ولا مالوش linear phase discrete filters عموما هنلاقي عندها 2 general forms الاولاني اللي هو infinite impulse response filters او كنا بنسميه احنا recursive forms او recursive filters اوكي ده باسيك لي في الـ Transfer function بتبقى في الفورمات دي H of Z بيتساوي B of Z على E of Z اوكي براعن polynomial of Z فوق على polynomial of Z تحت اوكي فده في الاخر بيديني infinite impulse response لو احنا فاكرين لما يكون عندنا بي of Z على A of Z لو احنا فاكرين في المثل بتاعه long division لو بقسم polynomial على polynomial في الاخر بيطلع لـ infinite number of terms فهيطلع لـ H of N من 0 وغاية infinity اوكي طبعا هي الاساس بتاعها نحنا بنسميها infinite impulse response لان H of N بيبقى لها infinite extent اوكي فطبعا احنا الكلام ده بيبقى جيلنا اساسا كحل لـ difference equation بالشكل ده كده لو احنا فاكرين ده اللي كان بيقولنا ان احنا عندنا Y of N function في الـ previous values of Y عشان كنا كنا نقولوا عليها انها recursive function اوكي بلاس طبعا الـ present and previous values of A of X of N اوكي ده طبعا ده النوع الاولاني من الـ discrete filters النوع التاني هو الـ finite impulse response filters اللي فيها الـ transfer function هي عبارة عن compact support او finite support filter اوكي finite support function بيبقى عندنا H of Z بتاوي B of Z ما بيبقاش مقسوم على حاجة طبعا simple polynomial of Z ويبقى عبارة عن Bm دي عبارة عن الـ values بتاعت الـ impulse response بتاعنا بتاع الـ F-I-R filter اوكي فباسيكلي هعندنا الـ finite impulse response filter دي بيبقى عندنا باسيكلي اللينت بتاعها بيبقى حاجة محددة عدد محدد بيبقى M مثلا وطبعا بنسميها non recursive عشان نقدر نحطها بشكل يعتبر يعني يعني الجزء بتاع الـ Y بتاعنا Y of M بتاعتنا بتعتمد بس على X الـ present X والprevious X مش بتعتمد على اي حاجة اللي علاقة بالY خالص طبعا الفورم نحطها بشكل Convolution function بالمنظر ده فيبقى عندي الـ B values اللي موجودة عندي هنا هي عبارة عن الـ H بتاعتي Convolve مع الـ H عشان يطلع لـ output بتاع بيساوي كان ده طبعا فيه ميزة لطيفة جدا احنا زي ما هنشوف هنلاقي ان ده بيطلع لنا linear phase filter وفي الوقت نفسه طبعا simplicity بتاع بتاع الـ implementation عشان عندنا عدد محدود من الـ values بتاع الـ impulse response بيخلينا الـ implementation بتاع ابسط وفي الـ stability برضو هنكتشف ان هو ابسط بكتير او من IIR filters بس في نفس الوقت الـ response بتاع IIR filters هنلاقي ان هو في بعض الاحيان بيبقى افضل نتيجة لن البولز اللي موجودة بتخلي فيه فرق كبير اوي في الـ response عن IIR filters كمقارنة بقى بين IIR filters يعني باسيكي في مجموعة من الحاجات كده لازم حطناها في اعتبارنا عشان بعارفين الفرق بين D وبين اول حاجة IIR filters are implemented more efficiently than IIR filters in terms of number of operations that require storage يعني احنا عندنا الشكل المعقد بتاع IIR filters ده رغم ان هو معقد الا ان هو actually احنا ممكن نوصل بالـ response احسن بعدد اقل من الـ computations اوكي الـ implementation بتاع IIR filters using the difference equations resulting from its transfer function is simple and computation efficient اوكي والـ FIR الحقيقية برضو ممكن يتعامل بطريقة efficient برضو نحنا نستعمل الايه الـ FFT عشان نده نحسبه وده برضو بقى very efficient فهم الاتنين الحقيقية الـ implementation بتاعهم ممكن نعمله بشكل بقى very efficient اوكي فمفيش فيهم حد نده نقول الـ implementation بتاعه معقد عن التاني طب احنا ممكن برضو بس طبعا احنا نلاقي ان احنا يعني في كل احوال implementation ما هواش شكله يعني في عندي مشكلة في واحد ومش موجودة في التانيين مشكلة دي اوكي هما الاتنين ممكن نعملهم implementation يعتبر very efficient اوكي الـ FIR filters الميزة الاساسية بتاعيتها برضو انها bounded input bounded output stable زي ما احنا كنا قولنا قبل كده لما احنا كنا منتكلم على الجزء ده في الـ discrete time signals and systems علشان هي باسيكلي ما فيهاش الـ feedback component اللي كانت موجودة احنا كنا جربنا بكا اجزامبلز في الجزء دوت وكنا اورينا ان احنا فيبقى عندنا بعض الـ iir systems ممكن تبقى unstable اوكي فباسيكلي احنا عندنا الـ FIR بتبقى ضمنين 100% انها bounded input bounded output stable الـ iir لأ بيبقى لازم نعمل عليها تشك علشان نتاكد ان ايه كل البولز بتاعتها inside the unit circle لو كانت البولز inside the unit circle يبقى ما عندناش مشكلة لو كانت البولز بتاعتها موجودة على unit circuit او برا يبقى معنا كده ممكن يبقى فيه عندنا مشكلة عندنا مشكلة معناها ان احنا عندنا في بعض الـ values او بعض الـ frequencies ممكن يبقى الفلتر بتاعنا فيها ما هواش stable فدي حاجة مهمة دي ميزة بقى الـ FIR filter ان احنا متأكدين 100% ان هو دايما stable الـ iir filters we have to make sure ان هو كده اوكي يعني هو ممكن يكون كده او ممكن ما يكونش نفس الكلام بالضبط الـ FIR filters can be designed to have linear phase ترم لحنا كنا متكلم عليه من شوية الـ IR filters دايما عندها non linear phase يعني ما ادارش نخليها تاخد linear phase ابدا اوكي فممكن هي يعني يعني بالعافية كده نخلي فيه جزء اللي هو بتاع الـ pass band اللي هو جزء اللي بيعدي في frequency اوكي ده ممكن نخليه قريب من linear phase بس اكشوري بقى حاجات ما ادارش فدي طبعا فيه ميزة ان FIR دايما او يعني سهل علي ان احنا نخليها linear phase في كل الـ frequency band والـ IIR لا ما هيش بالبساطة دي اوكي فطبعا فيه واحد الحاجات فيها مزايا يعني IIR هنا low advantage انه هو more efficient in terms of number of computations الـ implementation بتاع الـ 2 ما فهمش مشكلة الـ FIR filter احسن من ناحية الـ stability الـ FIR filter احسن من ناحية الايه linear phase response مهم جدا بقى بالنسبالي ان انا اعرف ازاي اوصف فلتر اوكي فاحنا basicly احنا يعني في الـ undergraduate course بتاع DSP ما بنهتمش قوي ان احنا نعرف ازاي التفاصيل بتاعة الـ implementation او بتاعة الـ design بتاع الفلتر عاملة ازاي احنا عايزين بداية نستعمل matlab مثلا عشان يساعدنا ان احنا نعمل design لفلتر دا كل اللي احنا محتاجين نعرفه في الوقت الحالي هو ازاي نحنا نوصف فلتر اوكي فباسيكي لازم نحط الـ magnitude response بتاعنا اوكي بيتحط بالشكل اللي احنا شايفينه هنا دا كده بيبقى عندنا حاجة اسمها past band بيبقى عندنا حاجة اسمها stop band بيبقى عندنا حاجة اسمها transition zone او transition band هنا اللي في النص بين الاثنين الباس باند بحط له مواصفات الماجنيتوب بتاعه الماجنيتود response بتاعه يبقى يعني بين واحد وبين delta 1 هو طبعا يعني ممكن يبقى قريب او من واحد صعب او ان احنا نخليه او مستحيل بمعنى صح ان احنا نخليه بالضبط واحد اوكي فاحنا بنخليه بين واحد وبين delta 1 delta 1 دي ممكن نخليها مثلا 0.95 ممكن نخليها 0.99 ممكن نخليها 0.999 زي ما احنا عاوزين بس نخلي بقى ان احنا كل ما احنا بنخلي دلتا 1 دي قريبه من الواحد كل ما الorder بتاع الفلتر بيزيد كل ما الكمبيتاشنز او يعني الكوست بتاعه في الحسابات ممكن ان هو يبقى ازيد اوكي فاحنا بنحط الحاجة اللي احنا شايفينها معقولة ويبقى acceptable من نسبالنا ويبقى هي دي كفاية فبنحط الموصف بتاعيتنا ان احنا في الباس باند الامبيتوب بتاعنا يبقى او الماجنيتود response بتاعنا يبقى بين delta 1 وبين 1 اوكي من 0غاية اوميجا pass طبعا انا بتكلم هنا على low pass filter لما بتكلم على اي حاجة تانية لبتكلم على مثلا high pass filter بتكلم على اي حاجة تانية بتكلم على pass band بتاعته هي اللي فيها المواصفات دي يعني هنا مثلا بتكلم على هنا pass band بتاع high pass filter يبقى بحط هنا الفريقونسي باند اللي انا عايزها بدلا ما بحطها من 0 غاية كذا لا هتبقى من كذا لغاية ايه لغاية باي اوكي فحسب بقى الفلتر بتاعنا بنحط المواصفات بتاعت الفريقونسي ريسبونس هنا انها بتكلم على وذين الباس باند اوكي اللي امبيديو دعمل ازاي هي يونيفورسا من واحد ال دلتا وان الستوب باند نفس الكلام الستوب باند بقى بنحتاج ان احنا نواصف حاجة واحدة بس ديها ال دلتا تو انا عايز اتاكد ان الريسبونس بتاعي في الرينج بتاعي بعمل فيه ريجيكشن للفريقونسي دي بقى اقل من حد معين مايبقاش يعني اقصى حاجة ممكن يوصلها يبقى دلتا تو دلتا تو دي انا ممكن احطها مثلا بوينت وان ممكن احطها بوينت او وان زي ما انا عاوز بقى اوكي وبوصف برضو في الستوب باند دي بوصف امتى تبتدي لان امتى تبتدي دي اللي هي الاميجا ستوب دي دي بتحدد الترانزيشن باند عاملة ازاي كل ما انا خليت الستوب باند او البداية بتاع تستوب باند دي قريبا من النهاية بتاع تل باس باند كل ما كان الفلتر او در بتاعي لازم هيعلى كل ما خليت دلتا تو دي اقل يعني قيمتها اقل كل ما خليت برضو الوردر بتاعي هيعلى يعني كل ما انا حاولت اخلي الفلتر بتاع شكله شبه الايديا الفلتر اللي هو عبارة عن حاجة شكلها كده يعني جيت كده يعني في منطقة بدي بقى الريسبونس اجزاكتلي واحد ومنطقة تانية بعديها على طول الريسبونس بتاعها زيرو كل ما كان بقى الوردر بتاعي ممكن يعلى جامل جدا 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 وبراكتيكالي الكلام ده ما هواش بيبقى مفيد قوي يعني انا لو خدت المواصفات بتاعتي معقولة بتديني اوردر بيبقى فعلا بيبقى very efficient كويس وفي الوقت نفسه الperformance بيبقى practical بيبقى ده زيه تقريبا زي الideal في بعض الاحيان ممكن انا احط المواصفات دي في log scale يعني ممكن اختار انا احطها في log scale عادة الناس في الفلتر بتتكلم على log scale اكتر ما بتتكلم على linear scale يعني قبل كده لما كنت بكلم على delta 1 وعلى delta 2 كنت بكلم على point 1 بتكلم على point 9 بتكلم على حاجات كده دي كلها عبارة عن linear scale لما باخد بقى ال 20 log الكلام ده لو باخد 20 log الماجنيتود او 10 log الماجنيتود سكوير اوكي هي نفس الحاجة دي بتديني لبقى log scale نفس ال value هي هي بتبقى log scale اوكي فدلوقتي احنا بنتكلم لو احنا اخدنا log scale log scale معنى كده واحد واحد بيبقى كام واحد بيبقى عبارة عن يعني zero لما باخد log 10 الواحد بتبقى zero فمعنى كده احنا عندنا الباس باند بتاعتنا دلوقتي بقت zero يعني basic value بتاعتها zero ناخد بالنا نحن ناخد هنا ناقص عشرة ناقص عشرة معنى كده ان انا لو بتكلم على حاجة اقل من الواحد هنا يعني بكلم مثلا على point 9 point 9 دي معنى هتطلع لي في الاخر حاجة اقل من يعني log بتاعتها يطلع اقل من zero يعني يبقى negative فلما اضرف في ال negative فهنا يبقى في الاخر positive اوكي فدلوقتي الباس باند هتتعرف لي بقى بين zero وبين alpha maximum alpha maximum دي هي عبارة عن ناقص عشرين log delta 1 اوكي طبعا الزيرو دي هي نفسها ناقص عشرين log واحد اوكي فهي نفس نفس ال specifications بالظبط بس بدا ما بحط الرقم اللي هو linear بحط عشرين log الرقم ده ناقص عشرين log الرقم ده بالنسبة لل stop band نفس الكلام بالظبط انا كان عندي هنا delta 2 هيبقى ناقص عشرين log delta 2 فناقص عشر log delta 2 معانا كده انا بتكلم على برضو حاجة هتبقى ايه هتبقى positive طبعا هنا ال alpha minimum بتاعتنا دي دي هتبقى اكبر من alpha maximum لان احنا طبعا زي ما احنا عارفين هنا delta 2 كلما صغرت كلما كان ال log بيعلى بس بيعلى بال negative يعني بيبقى negative value كبيرة فانا ماضرف ناقص عشرين هتبقى اكبر من لما اكون حاطت ال delta 2 دي قريبا من الواحد قريبا من الواحد يبقى معانا كده ال log ده بيبقى قريبا من الصفر فاناقص عشرين كده alpha minimum قيمتها اكبر من alpha maximum بال db فنفس الكلام بالظبط احنا هنا حطينا ال values بتاعتنا بدلا ما كنا حطينا ال values بتاعتنا في linear scale انا حطيتها في log scale بال db دلوقتي نفس ال frequency ranges هي هنا زي ما هي بالظبط نفس الكلام من zero غاية omega p لو كان له pass filter وميجا pass وميجا stop وميجا stop لغاية pi تاني لو انا كنت بعمل نفس الكلام ده هو عشان high pass filter كل اللي بعمله انا بغير المواصفات بتاعتي هنا بحيس انها تكون نفس المواصفات اللي انا عايزها في high pass filter طيب ال frequency scale نفسه بقى احنا عايزين دلوقتي نريليت ال discrete frequencies اللي احنا بنشوفها في discrete for rate transformation بتاعنا أو discrete time for rate transformation discrete for rate transformation معنا صحي يعني لل values الحقيقية اللي موجودة في الدنيا اوكي احنا دلوقتي لو بنعمل sampling اوكي ال sampling بتاعنا ده بيخلنا range بتاع frequency بتاعنا من zero لغاية نصف F sampling يعني لو انا بعمل sampling من مثلا يعني بعمل sampling بمية hertz يبقى معنا كده متوقعش يكون موجود عندي اكتر من خمسين hertz هنا في frequency domain لان انا بقول ان انا بعمل sampling بطريقة ما بتضيعليش ال ما بتضيعليش ال ما بتعمليش aliasing فمعنا كده maximum frequency بتاعي اللي موجود لازم يبقى عبارة عن F sampling على اثنين لان احنا واخدين F sampling انها twice F maximum اوكي عشان يبقى نايكوست موجود نايكوست criterion موجود لو انا حاطت المواصفات بتاعتي بالهرتز يبقى معنى كده يبقى عندي F P اللي هو ال F pass وال F stop هيبقى اللي 2 بالهرتز برضا اوكي يبقى مثلا لو هنا مثلا 50 hertz يبقى معنى كده ممكن يبقى 40 ده ممكن يبقى مثلا 20 اوكي 20 hertz لو انا خدت نفس الكلام هو هو بالradian per second نفس المواصفات هي هي بالradian per second يبقى معنى كده بدلا ما بحط Fs ليه تبقى بالهرتز بحط بقى الأوميجا s ليه twice pi Fs عشان يبقى بالradian per second يبقى كل حاجة بعد كده تبقى بالradian per second يبقى معنى كده انا بتكلم عن ال range بتاعي هنا انه هو في الاخر يعني بيوصل اقصى حاجة يبقى أوميجا s على 2 بالradian per second طب لو انا دلوقتي كنت اواخدها scaled اواخدها بارعا حاجة ليه الأوميجا اللي هي بنكلم على discrete Fourier transformation اللي هو كان من 0 غاية pi عملتنا normalization بتكلم على الأوميجا small دي ليه normalize frequency discrete frequency scale اوكي اللي هو عبارة عن أوميجا ts كميس ده بيرانج من 0 غاية pi من 0 غاية pi معنى كده دي عبارة F sampling على 2 مقابل ال F sampling على 2 كل الfrequency الموجودة هنا بقى لازم تبقى أقل من pi يعني ممكن دي تبقى مثلا 0.2 pi دي تبقى 0.5 pi ودي تبقى pi اوكي يبقى كل range بتاعنا هو عبارة عن أوميجا بتاعتنا اللي هي الأوميجا الكبيرة اللي هي بتاعت frequency اللي احنا متعودين عليها في ts لو انا خدت نفس scale ده بقى عملتنه normalization يعني عملت خدت الأوميجا دي على pi بحيث خدت maximum frequency بتاعتي اللي هي عبارة عن omega maximum بتاعت اللي هي fs على 2 خلتها بتساوي 1 او equivalent 1 يبقى كل حاجة بعد كده هتبقى scaled بنفس الشكل يعني معنى ان انا دلوقتي لو قلت ان انا sampling frequency بتاعتي 100 و maximum frequency كده بالتالي هتكون بتساوي 50 لو انا عايز cut off frequency بتاعه يبقى 20 يبقى معنى كده 20 relative ل 50 تبقى point 4 يبقى حط هنا point 4 اوكي لان point 4 دي point 4 relative للواحد هي نفسها العشرين relative للخمسين اوكي كل الرينجز دي طبعا الشكل ده طبعا مهم جدا عشان ما نيجي نبص على ال نبص على ال نحطها عشان نحسب بها الفلتر كل دول اكويفلنت لبعض كل دول اكويفلنت لبعض كل واحدة فيهم بس بس اوكي بيكلم هنا على hertz بيكلم هنا على radian بيكلم هنا على راديان بيكلم هنا على ايه الريديان دي اوكي دي برضا دي ما نهاش وحدات اوكي فاحنا بالنسبة لنا بنتكلم على ان احنا دلوقتي بنشوف الانتري بالنسبة للفلتر بتاعنا محتاج ايه بالظبط ونعمل سكيلينج للفريكنسي رينج بتاعنا يبقى بالشكل اللي هو محتاجه يعني رفوردا انا كنت بدخل الحاجة بتاعتي بالرديان اللي هي اوميجا اوميجا سمول اوميجا كويس يبقى معنا كده هسكيل كل حاجة يبقى يبقى ملتقى وعلى اساس كده احسب بقى الـ الـ او بتاعتي بتتسوي كام والأوميجا ستوب بتاعتي بتسوي كام وعلى اساس كده ادخل الـ ذاتة للمowi للسوطوير عشان احسب الفلتر عشان مستديني تكلم على طرق بالنسبة لفلتر ههنمتديني اول حاجة بالـ اي ا ا ا ا ا ا ا ر الحقيقة في الطرق الديزاين بتاعتها هي يعني فيه طرق منها بتاعتمد على ان احنا عندنا well established, well understood theory للانالوج filter كان ناس شغلت عليها فترة طويلة جدا في القارن العشرين الحقيقة في يعني عندنا background الحقيقة ضخمة جدا و literature ضخمة جدا في جزء بتاع الانالوج filter design وباسيكلي بيبقى فيه عندنا طرق ان نستعملها علشان نحول الانالوج filter ان احنا عمله ديزاين في الانالوج domain الفيلتر يبقى اشغال في IR في ديزاين فى عندنا الحقيقة اه في طريقتين اساسيتين جدا بنستعملهم نسميهم 2 mappings mappings مانانه ماب الفيلتر اللى هو الانالوج filter ده بعمله مابينج للديزاين فى كل هى الانالوج filter طبعا نحن نتحدث عن كل الفيلتر اللى فى الانالوج domain كلها بتبقى غالبيتها او هي اساسا كلها فعلا بتبقى ففعاليا نحن بنحاول الانالوج فلتر ده الى اي اي ار فيلتر في الديسكريت دومين الطريقتين بتوع المابينج دول واحدة بنسميها السامبلينج ترانسفورميشن واحدة بنسميها البايلينج ترانسفورميشن هنتكلم عليهم بتفاصيل شوية هنا في الاولانية دي اللي بيحصل فيه نحن بنحط الزي بتاعيتنا بE to the SST يعني معنى كده انا ممكن اخد الترانسفورميشن ده ومنه بشكل ما ان انا استعمله علشان احسب بيه الفلتر بتاعي والعلاقة بين ال S اللي هي H of S والعلاقة بين H of Z البايلينج ترانسفورميشن هو واحدة من الطرق بارده اللي انا فيها بيبقى عندي H of S وبستعمل البايلينج ترانسفورميشن ده بعود بS بالكلام ده اوكي وبتجيب لي بقى على طول الناحية التانية الفلتر بتاعي في الزي عبارة عن ايه يعني بحاول H of S لH of Z الطريقة بتاعت السامبلينج ترانسفورميشن ماثود الحقيقة فيها احنا بنكونفورت الانالوج امبولس رسپونس H A of T الانالوج لديسكريت فلتر رسپونس او امبولس رسپونس H of N اوكي الفكرة اللي فيها الاساس هي احنا بايسيكلي اكنانا بنعمل سامبلينج للH A of T دي عشان نطلع لها H of T اللي هي الديسكريت فرجن بتاعيه اوكي المزايا بتاعت الطريقة دي رابناها الطريقة سهلة طبعا جدا إتبريزورميشن الانالوج فلتر لو انا عندي فلتر في الاساس دومين بيبقى ستابل يبقى هيبقى اكيد ستابل في الدسكريت دومين وجبن the linear relationship between the analog and the discrete frequency The specifications for the discrete filter can be easily transformed into specifications of the analog filter. انا دلواتي لما اكون عايز احاول من H of S to H of Z انا دلواتي اللي محتاج اعمله انا اديزاين proper analog filter من المواصفات اللي انا عايزها وبعد كده اخله ادخله جوا يبقى digital filter او discrete time filter فالعلاقة بين الـ Frequency اللي هي بين الـ S domain وبين الـ Continuous Time وبين الـ Discrete Time العلاقة Linear ونفس الكلام بالنسبة للـ Discrete والـ Analog Frequencies فباسيكلي احنا ممكن نـ Design Filter بالمواصفات بتاعتنا احنا عايزينها ونقدر نحولها على طول المواصفات هي نفسها اللي احنا عايزينها في الـ A في الـ Discrete Domain فالمستين دول الحقيقة طبعا بيخلوا الدنيا سهلة عندنا في الـ Design بس طبعا المشكلة ان احنا عندنا طبعا الفلتر بتاعنا بيبقى يعني بعض الاحيان بيبقى الـ Specifications Platform ما تبقاش بالبساطة دي يعني الـ Conversion نفسها يعني بتبقى صعبة شوية بعض الاحيان يعني الطريقة دي منسميها Impulse Invariant Method النتيجة ان احنا عندنا Impulse Response بتاعنا في الـ Analog Domain وفي الـ Discrete Time Domain بيبقى هما الاتنين شغف بعض بالظبط اوكي عبارة واحدة فيهم عبارة عن Sampled Version من التاني الطريقة بتاع الـ Variant Transformation بيبقى عندي Transformation بسيط S بتساوي كذا Function of Z اوكي يعني بيبقى عندي H of S موجودة كفلتر ديزاين اوكي جائري من الـ Analog Domain كل اللي بحتاج اعمله بدلا ما بحط يعني بدلا ما بحاول ان انا احاول الـ Impulse Response احاوله الـ Impulse Response في الـ Discrete Time اوكي انا باخد الـ Function افسها اللي هي في الـ Frequency او في الـ S Plane او في الـ Laplace Transform Domain وبحاولها مباشرة لـ Filter Response في الـ A او Filter Transfer Function في الـ Z Domain فبيبقى عندي H of S باخدها للـ H of Z بان انا احط كل Z بتساوي الكلام ده كي 1-Z-1 على 1 بلس Z-1 والـ K بتاعتي بتبقى عبارة عن 2 على T-S اوكي T-S دي لها Sampling Frequency أو Sampling Period بتاعتي بتساوي كاما لو انا عايز ارجع الفلتر بتاعي بقى الناحية التانية بس اعمل الـ Inverse اللي هو Z بتساوي 1 بلس S أوفر K احنا عادة بمستعمل ده يعني عادة ما بمستعملش الجزء التاني ده ونفتكر طبعا احنا عندنا المابنج اللي بين الـ S plane وبين الـ Z plane كان عبارة عن كل اللي هو الـ Left Half Side بتاع الـ S plane اللي هو في الـ Plus Transformation كان هو بيماب للـ Inner Circle أو Inside The Unit Circle في الآية في الـ Z domain فاحنا في الاخر احنا مستغل المابنج ده عشان نعمل نطلع به فهنا كل اللي انا محتاج اعمله ان انا استعمل واحدة من الـ مثلا الـ Butterworth Filters او الـ Chabit Shev او الـ Electric Function Filters او الحاجات دي كلها واطلع الـ Transfer Function بتاعتها وبعد كده اجي اعوض على طول هنا من الـ Ballian transformation بقيمة الـ S اوكي عشان اطلع الـ Transfer Function المقابلة لها في Z domain في عندنا بقى مشكلة صغيرة بتظهر في استعمال الـ Ballian transformation فيها الحقيقة العلاقة بين الـ Frequency في الـ Analog Domain والـ Frequency في الـ Discreet Domain مختلفة شوية عن الـ Linear relationship اللي شفناها في الجزء بتاع الـ Impulse Invariant Method اوكي فلو احنا جينا رسمنا الـ Frequency اللي هي Analog Frequency versus الـ Discreet Frequency هنلاقي ان العلاقة بيطلع حاجة عاملة بالمنظر ده كده لو احنا عملنا استنتاج من الـ الـ Expression بتاع الـ Ballian transformation ان الـ Omega اللي هي الـ Analog Frequency بتسوي K اللي هي عبارة عن 2 على TS زي ما شفنا 10 Omega 2 لو جدنا رسمناها يطلع شكلها عامل حاجة بالمنظر ده كده يعني بمعنى نحنا لو بنيجي نرسم الـ Frequency بتاعتنا اللي هي الـ Analog Frequency versus الـ Discreet Frequency هلاقي العلاقة ما هياش linear ممكن تبقى linear في الحتة الأولنية او تقريبا linear في الحتة الأولنية انما في الحتة في الآخر دي Highly non-linear طبعا الحاجة دي جيالي بالشكل ده نتيجة ان عندي البلين كله اللي هو اللي هو Left half plane كله بماب للـ Unit Circle فمعنى كده ان احنا بالتأكيد لما بكون بماب من مايس انفينيتي انفينيتي كفريكنسي يعني صعب جدا ان انا احطها بشكل linear وتبقى من 0 غير ثوائس باي او من ماينس باي لباي فباسيكلي هو هنا بيعمل لنا مابينج لـ Infinite range يعني هنا Frequency range بتاعنا هنا Infinite وهنا محدود هنا من ناقص واحد الواحد لو انا خدت اللي رسمتها مع اللي هو الـ Normalized Discreet Frequency هلاقي ان عندي هنا ده من ناقص واحد الواحد مش هيتغير ده عند انفينيتي هيوصل لواحد وده عند ناقص انفينيتي هيوصل لناقص واحد لانما في اي Frequency في النص هتبقى من ناقص واحد لواحد فدي طبعا حاجة مهمة جدا عشان لما بنيجي نعمل ديزاين عشان ماب الـ Two Frequency لبعض لازم بيواخدين في اعتبارنا اللي بيحصل الـ Wrapping اللي بيحصل دوت او الشكل اللي بيحصل اللي هو Non-linear response او Non-linear relationship between the two frequencies دول عشان اقدر بيهم ان انا ادزاين الـ Filter specifications بشكل مزبوط اوكي يعني انا دلوقتي لو عايز في الـ Frequency اللي هو الـ Frequency عايز مثلا Cut-off Frequency بتاعي يبقى مثلا من يعني عايزة تبقى 0.2 اوكي وعايز الـ Stop Band بتاعي بقى 0.6 لازم اجي هنا اشوف ده هيبقى مقابل اللي كان في الـ Analog وده مقابل كان في الـ Analog واجي بعد كده ديزاين حسب الحاجة اللي انا عملت لها ديزاين او حسبتها في الـ Analog دي احسب Analog Filter وبعد كده احوله وبعد كده بالـ Analog transformation فالعلاقة اللي بين المواصفات اللي موجودة عندي في discrete domain مختلفة ما هياش linear مع العلاقة بينها وبين الـ Frequency اللي موجودة عندي في الـ Analog domain اوكي فلازم ناخد الكلام ده في اعتبارنا علشان واحنا بنعمل design لازم ن design Analog Filter بالمواصفات اللي احنا جايبينها من الـ Transformation اللي بين الاتنين دوت بالمواصفات لو بنتكلم على الـ FIR Filter بقى الـ FIR Filter ابسط بكتير الحقيقة وفي عنده طرق كتير الحقيقة طبعا هتكلم على واحدة اللي هي ابسط طريقة اللي هي بنسميها الـ Window Design Method لو احنا بنتكلم على عندنا فلتر باسيكلي عبارة عن مثلا لوباس فلتر اوكي اللوباس فلتر ده باسيكلي معناه ان انا يعني مثلا عايز اخلي فيه جزء معين من الفريكنسي زي عدي وجوزت هاي ما يعديش اوكي لو انا دلوقتي فرضا عندي اوكي مثلا ماجتود ريسبونس موجود اوكي الماجتود ريسبونس بتاعي بيبقى موجود يعني معناه ان انا عندي HD of Z ده موجود اوكي HD of Z ده موجود معناه ان انا باسيكلي عندي يعني عارف بالضبط الفريكنسي اللي مفروط تعدي ايه ولا ما تعديش ايه لو انا خدت لده هاي طلع لي HD of Z اوكي HD of N اللي هي عبارة عن Desired impulse response بتاعي يبقى شكل عامل ازاي عادة ال Desired impulse response ده هيبقى Low Infinite Length يعني طوله هيبقى Infinity اوكي فاللي بيحصل هنا نحنا بنعمل ايه عشان نخليه Finite Impulse Response هنعمل او هناخد منه windowed version اوكي يعني هضربه في window الwindow دي بتبقى موجودة بس موجودة في length اللي انا عايزه موجودة مثلا من نقص N نقص واحد على اثنين لغاية N نقص واحد على اثنين اوكي يعني بحيث ان هي مثلا تديني N اوكي فلو انا عملت كده يبقى انا عملت اكيني باعمل Truncation لل Infinite Impulse Response اللي هو جايني من ال Ideal Specifications كويس علشان احصل على حاجة تبقى Finite Impulse Response اوكي يعني في filter design method اللي معتمد على window design ان انا باسيكي باضرب response اللي هو infinite impulse response بتاعي دوت اضربه في window اوكي عشان اترنكيت length بتاعي sequence بتاعي للlength اللي انا محتاجه اللength اللي انا عايزه في filter بتاعي لو انا عايز اللength بتاع الفلتر بتاعي يبقى 10 يبقى اعمل window اللength بتاعها 10 واضربها في infinite impulse response اللي هو اللي هو ال Ideal كويس وهياخد جزء بس منها يبقى هي دي عبارة عن FIR filter بتاعي ناخد مثال على كده عشان نحاول نفهم الكلام ده اكتر شوية لو انا عاوز دلوقت يا design low pass filter اللو pass filter داي يبقى FIR filter والorder بتاعه N 21 يعني عنده H of N بتاعته عبارة عن 21 نقطة بس مفيش بعد كده يعني النقطة اللي بعد كده بسوي صفر اوكي فلو انا عايز اعمل low pass filter low pass filter دا مواصفاته ان هو يبقى من zero غاية 125 هرتز و zero elsewhere اوكي فاللي هعمله كالاتي ان انا هاخد الكلام ده احوله في الاخر ليه يعني المواصفات بتاعتي اللي هي عبارة عن اوميجا اللي هي بتبقى function of omega فمعنا كده بتكلم ان انا خليت انا عندي السامبلنج ريب بتاعي هنا عبارة عن 1000 هرتز فمعنا كده بتكلم عن ان انا لو عملت مائبين ل125 دي relative لدي طبعا الماكسوم فريكنسي بتاعنا هو عبارة عنديه على 2 اوكي دي على 2 معنا ان الماكسوم فريكنسي بتاعنا 500 ف125 على 500 يديني pi over 4 اوكي يعني عشان تبقى يعني بعتبر ال500 دي تبقى مقابلة pi ريدين عشان باخد الكلام ده اوميجا زي ما كنت بتكلم يعني دي الاميجا مش اوميجا على pi ولا ولا كابتال اوميجا فالرينج بتاعنا ده هو اللي مفروض يعدي والرينج التاني بقى لغاية pi ده ما فيش مفروض يعدي لو انا خدت الفلتر بتاعي response بتاعي دوت وجبت له hd of m بتاعتي بتتساوي كام يبقى انا بحسب دلوقتي inverse z transformation او inverse discrete time for a transformation للشكل ده كده اوكي ده هو نفسه z transformation بالزبط يعني لو انا خدت ده وحسبت له inverse z transformation يطلع لي ال hd of m بتاعتي فلو انا حسابته اوكي ممكن احسبه في discrete time inverse discrete time for a transformation او ممكن احسبه inverse z transformation لو انا خدته في inverse discrete time for a transformation هطلع لي في الاخر الشكل بتاع impulse response بتاعي عبارة عن think function اوكي think function في لما يعني n ما بتسويش صفر وبتسوي 0.25 عند n بتسوي صفر طبعا think function دي ده ما احنا عارفين دي كfunction دي ممتدة من ن بتسوي ناص infinity infinity فدلوقتي انا ما ينفعش ان انا يكون عندي impulse response بتاعي في FIR filter يبقى low infinite extent فاللي يحصل انا دلوقتي هاخد window حوالين حوالين او جوز يعني تاخد جزء من impulse response دوت عشان اطلع FIR filter اللي انا عايزه فاللي هعمله دلوقتي انا هاخد ال window بتاعت اللي هي عبارة عن او 21 دي هاخد عدد من النقط حوالين الزيرو يعني هاخد حوالين الزيرو عشر نقط من هنا عشر نقط من هنا والزيرو نفس يبقى واحد وعشرين نقطة ويبقى هو ده filter design بتاعي ويبقى هو ده filter response بتاعي فباسيكلي هعملنا ترانكيشن دلوقتي ال H D of N اللي هي desired impulse response بتاعي بالنسبة ربط الكلام ده في ويندو فنتيجة الكده بقى ال H Z يعني هاد بقى اللي هي عبارة عن الترانسفومد FIR filter هيبقى عبارة عن النقطة بتاعت هي النقطة اللي في النص اللي هي بتمسيلي اللي هي N بتساوي 0 وفي عندي عشر نقط عشر نقط من نحيات وعشر نقط من ناحية التاعي فدي طبعا حاجة مهمة قوي لان احنا دلوقتي عشان نخليها تبقى بشكل اللي هو المعتاب بتاعها خلينا ان الزيرو دوت يبقى هو نقطة رقم عشرة وانا مبتدي من زيرو غاية تسعة وبعد كده من 11 لغاية واحد وعشرين او 11 لغاية عشرين اوكي عشان يبقى توتر بتاعنا هيبقى بارة عن واحد وعشرين نقطة اوكي فاحنا تاني كل العمالنا دلوقتي احنا خدنا الفلتر رسبونس بتاعنا اللي هو في اللي هو موجود عندي في discrete time for a transformation بتاعي او في الانالوج دومين بتاعي بمعنى صح ده actually the analog response بتاعي حولتوا discrete discrete frequency response او discrete time response او خدت discrete time response ده حسبتله inverse Z transformation وعملت بعد كده truncation للحاجة اللي طلعتلي اللي هي infinite impulse response filter ده خدت منه بس عدد من النقاط بيساوي عدد نقاط اللي أنا محتاجها في الفلتر بتاعي اوكي فده طبعا باستعمال window يعني هنا انا actually the same window بتاعي عبارة عن واحد في الجزء اللي انا بعمله selection و zero otherwise انما actually فيه selection للويندو كمان عشان تخللنا ال response بتاعنا احسن زي ما نشوف دلوقتي لو انا دلوقتي كنت باكلم على الويندو الاساساسية بتاعتي انا كنت زي ما كنت باقول كنت باختار ويندو شكلي عامل كده باخد عدد من النقاط يعني نقطة بتاعت ال H بتاعتي اما اخدها اما ما اخدهاش لو خدتها يبقى هي بتضير في واحد لو ما خدتهاش بتضير في zero في عندي selection ثانية ممكن انا بدل ما اضربها في واحد اضربها في حاجة شكلها triangular بالشكل ده او اضربها في حاجة شكلها مثلا بالشكل ده او حاجة شكلها كايزر ويندو بالشكل ده اوكي كل واحدة من دول لها response مختلفة عن التانية اوكي طبعا ال idea response بتاعها حاجة زي كده انه يكون لان انا طبعا اما بدرب في ويندو في ال impulse response او في discrete time domain كويس اللي بيحصل انا في frequency domain بابقى مع frequency response بتاع دي فانا دلوقتي بارس من frequency response بتاع دول شكله ما عامل ازاي وبتاع دول شكله ما عامل ازاي ال frequency response ده كل ما كان شكله delta function كل ما كان شكله احسن طبعا هنا عمره ما يطلع شكله delta function انما يهمني ان يكون على الاقل النقطة اللي هنا دي تبقى اكبر بكتير من النقطة اللي في الايه اللي في side loops اللي موجودة هنا دي كويس فانلاحظ ان احنا عندنا لو خدنا triangular ويندو او خدنا اللي هي ريكتانجلر ويندو كده اللي احنا كنا رسنا مستعملينها من شوية هلاقي ال response بتاعي عالي كده هو side loops بتاعتي عالية بالشكل ده كده لو خدت انا الشكل ده خليته يعني عبارة عن حاجة شكلها triangular كده او بسميها partlet window بلاقي response بتاعي بقى احسن شوية بقى اقل يعني زي ما احنا شافيه كده ال side loops هنا بقيت اقل لو انا خدت بقى الكلام ده وعملته بقى شكله تيبرد شوية كده يعني شكله smooth اكتر سواء في الهامنج او في الهاننج او في البلاكمن او في الكايزر ويندو هلاقي ان ال response بتاعي احسن بكتير جده يعني ببص هنا كده مثلا في ال في الهامنج ويندو ولاقي مثلا احنا بتكلم هنا على ناقص خمسين مثلا هنا كنا بنتكلم على ناقص عشرين وناقص تلاتين وحاجات كده اوكي في ناقص خمسين احسن بكتير يعني عندي الفرق بين ال main loop وال side loops هنا اكبر بكتير جده فده كده بالتأكيد احسن وده كمان احسن واحسن بقى كايزر ويندو هلاقي ان هي نزلت كمان بقيت بنكلم على حاجة قريبة من ناقص 100 في بعض الاحيان اوكي فنلاقي ان احنا باسيكلي عندنا استعمال ال ويندوز بتاعتنا دي بتحسن لنا شوية في ال performance بتاع ايه بتاع الترنكيشن احنا بنعمله دا هنلاحظ حاجة مهمة ان احنا لما بنجي نقلل بتاع بنلاقي ال ويندو اللي هو الجزء بتاع ال main loop ده بيوسع شوية طبعا هنبنتكلم عن ان احنا عايزين نخلي دي شكلها almost delta function فال delta function مفوض يبقى فيها عندي هنا امبولس اوكي ونفس الكلام هنا عندنا امبولس هنلاقي ان احنا لما بنخسر في حاجة بنكسب في حاجة تانية او لما بنكسب في حاجة بنكسب في حاجة تانية يعني هنا لما قللنا دي خلناها هنا لان ان اللي هو ال main loop width هنا بدلا ما كان صغير هنا كده بقى اوسع شوية فنلاقي ان احنا باسيكلي يعني بنختار حاجة تبقى good compromise between اللي حاجتين دول يبقى عندنا ال main loop width يبقى اقل ما يمكن وفي الوقت نفسه الجزء بتاع side loop attenuation يبقى اقل ما يمكن اوكي يعني فاحنا بنختار ويندو على اساس بقى نتحاول تحسن لنا في الايه في في ال characteristics z او تو optimize في ال characteristics z بالنسبة للايه لل application بتاعي لما احنا بقى بقى بيجي نعمل realization لل discrete filters طبعا احنا بنعمل الكلام ده في ال hardware او في software يعني ممكن نبقى الكلام ده موجود مثلا جوه يعني embedded system او في software معناها جوه مثلا عندنا برنامج واحنا بنعمل فيه implementation لفلتر الاساسيات اللي بنعمل بيها design بتاع discrete filter تلات حاجات حاجة تعملنها delay عشان تبقى z-1 حاجة تبقى multiplier يعني لو دخلت x اطلق لي alpha x ادر معناها بجمع حكتين مع بعض لو عندي الثلاثة elements دول اقدر اعمل اي discrete filter زي ما انا عاوز اللي بيعندنا كزا structure ممكن احنا نستعملهم كزا structure ناس كلمة عليهم ودول اللي very well documented وهما دول بيستعملوا عادة يعني بيعندنا حاجتين اساسيتين جدا competition complexity وال quantization effects يعني الحاجتين اللي هما بيهمونا واحنا بنحل يعني احنا هناخد وقت دي عشان نطلع الحل وهنطلع الحل بaccuracy عاملة ازاي الاولانية لا علاقة بوقت بتاع الحل بيطلع امتى والحاجة التانية عبارة عن accuracy بتاعت الحساب بتاعتنا عاملة ازاي اول نوع من عنواع realization هي direct form realization دي بتاخد rational function كده في z يعني تاخد ال h of z عبارة عن rational function كده زي ما احنا شفنا بلكده عبارة عن numerator و den numerator مهما يكونوا بقى ال order بتاعهم هنا عامل ازاي وبحطهم في architecture شكل عامل كده يعني بيبقى عندي هنا بحط z minus 1 z minus 1 حسب انا عندي هنا اعلى order بتاعي هيبقى بيساوي كام بحط عدد من z او عدد من delays هنا في النص كده ويبقى عندي هنا من ناحية دي ال coefficients بتاعت الجزء التحت بتاع الجزء بتاع den numerator وهنا coefficients بتاعت den numerator اوكي يعني لو فرضا انا جيت هنا عملت كان الفلتر بتاعي 1 z minus 1 على 1 زائد z minus 1 زائد z minus 2 يبقى معنا كده هنا a1 بتساوي 1 a2 بتساوي 1 يعني دي واحد ودي واحد لو دي واحد زائد z minus 1 يبقى معنا كده دي واحد ودي واحد ودي صف دي مش موجودة اوكي فاحنا بسيكلي بمنطقة البساطة بنيجي بنشوف ال structure بتاعنا ده ونعمله يعني نزود عليه حاجات او نقلل منه حاجات حسب احنا الشكل بتاعنا عامل ازاي حسب ال filter characteristics بقيتنا او filter transfer function بتاعتنا شكلها عامل ازاي النوع التاني مجموعة من وكل واحدة فيهم لوحديها يعني مثلا لو انا عندي هنا حاجة بالشكل ده موجودة في حاجة بالشكل ده احنا ممكن ناخد كل واحدة من دول نعملها implementation زي ما عملنا بضبط ال direct form وتبقى دي في الاول ودي في بعد كده بعد كده اوكي فيبقى عندي دي وبعد كده يعني دي عبارة ان انا باخد الجزء دوت بعمله وجزء ده بعمله ونحط دي بعد كده دي اوكي فدي عبارة عن شكل مختلف شوية للrealization بتاع مختلف شوية عند ال direct لو انا باخد الكلام ده ك يبقى معنى كده لازم اعمل ال two terms اللي فوق دول او كل terms اللي فوق لو عندي كده واحدة وكل terms اللي تحت لو عندي كده واحدة وفي الاخر عمل لها إنما كده بتسمحي ان انا ممكن ده عمله وده عمله وده عمله وفي الاخر بيبقى هما ال two and four ده طبعا بيبقى مفيد لو انا عندي جزء من الفلترز ده واحد من الفلترز دي انا بعمله تغيير عن الحاجات التانية يعني الحاجات التانية دي ثابتة مثلا يعني جزء ده ثابت وجزء ده بيتغير فمعنى كده ان انا ممكن اعمل ده واغيره يبقى ده بيتغير وده ثابت زي ما هو لو انا بغير في ده وبس اعمل direct form realization يبقى معنى كده لازم كل مرة اعمل ال multiplication ده كله وعمل ال multiplication ده كله في الاخر اغير كل ال coefficient بتاعتي بقى بتاعت ال realization كلها كويس انما هنا لا انا ممكن اغير بس في الحاجات اللي انا محتاج ان اغير فيها فدي ممكن تبقى ميزة في بعض ال applications النوع الاخير اللي هتكلم عليه في ال discrete filter realization هو وده بيبقى جايلة عادة من partial fraction expansion لو انا عندي اصلا الفورم بتاع ال H of Z بتاعتي مش جايلة ان هي عبارة عن polynomial فوق و polynomial تحت لا ده جايلة عبارة عن حاجة زي partial fraction expansion زي ما احنا شايفين هنا كده فباسيكلي لو احنا عندنا الفورم جايلة كده بدل ما اضطر بقى ان انا اقعد احسب الكلام ده احوله تاني يبقى بي اوف زي على اوف زي واستعمل انا ممكن اخد كل واحدة من الفورمز دي وعمل لها بتاعها الوحديها وخليهم كلهم مع بعض ال output بتاعهم كلهم يجمع مع بعض اوكي فطبعا دي حاجة مهمة جدا لان انا برضو نفس الكلام لو انا ما اعمل مثلا او بول location مثلا بغير في البول location بتاع واحد من ال items دي او واحد من ال terms دي يبقى معنى كده ان انا لو انا بحاول احسب البولينوميا اللي اتبعته عشان اعمل direct form realization يبقى معنى كده لو انا غيرت بول واحد يبقى معنى كده كل ال coefficients هتتغير يبقى معنى كده لازم اغير كل ال values او update كل ال values الموجودة عندي في ال realization كله انما هنا لا لو غيرت في دي يبقى محتاج اغير بس في ايه في واحدة بس فيهم ليه اف دي وخلاص مش محتاج اغير في كل الحاجات التانية اوكي فدي برضو واحدة من الفورمز احنا ممكن اعملها احنا بن implement discrete filter طبعا الجزء بتاع discrete filter design ده واحد من حاجات اللي فعلا practical يعني لازم الناس تجرب بيديها ما منفعش ان الناس تحل مسائل وخلاص من غير ما تكون بتشغل على الكمبيوتر فباسيكلي الموجودة هنا هي عبارة عن project لازم استعمل فيها MATLAB وانصح الناس كلها انها تستعمل MATLAB وتبص على filter design analysis tool اللي هو FDA tool لو هي كتبت FDA tool على MATLAB هتلاقي ان هو فيه tool عشان تسمحني ان انا اعمل design filters فممكن اتجرب عليها شوية وتجرب بقى تشوف الحاجات اللي احنا كلمنا عليها في المحاضرة دي first hand علامات lab علشان نقدر نفهم ال concepts بشكل اعمق كتاب احنا ماذا ترجح شكرا